أكيد ما فيش حد بيختلف إن السوشيال ميديا بقت جزء أساسي في حياتنا كلنا تقريباً ما فيش حد سواء كبير أو صغير بختلف الشرائح ما عندهوش حساب على فيسبوك أو إنستجرام أو أي تطبيق تاني مهتم بيه بيتعامل مع التطبيقات دي بأسالي مختلفة وزي أي ظاهرة كده تكنولوجية ليها إيجابيات وليها كمان سلبيات بنتعامل مع السوشيال ميديا إما للتسلية للتقارب الاجتماعي إضاعة الوقت في بعض الأحيان من استخدامها استخدام جيد للشغل والترويج لبعض المنتجات المهم إنه فيه قطاع كبير جداً من الناس بيتعامل مع السوشيال ميديا بشكل يومي لكن للأسف بشكل خاطئ البعض أصبح عنده نقدر نقول كده حالة هوس بفكرة نشر الأمور الشخصية التفاصيل الحياتية الخاصة اللي بيقوم بيها من أول ما يصحى من نوم لحد ما يخلص يوم يعني عايزة أقولك إنه في بعض الناس من التيكتوكرز أو اليوتيوبرز بقوا بيعملوا شار لكل حاجة في حياتهم بقديم هنتهم يعني هما ما بيعملوش حاجة وللأسف بعض على فكرة المشاهير بقوا بيعملوا كده يعني عارف له يقولك أنا هفتح لايف وبعتولي أسد بعتولي مش عارفة إيه بعتولي الحاجات زي عشان زي الحاجات اللي بتجيب فلوس وبتجيب مشاهدات وابتدى يبقى في بعض من أنواع انتهاك الخصوصية لأهل البيت يعني ما بقوش بس بيعملوا شار لتفاصيل حياتهم ولبسهم لأ كمان أسرتهم وأولادهم ويصوروا بقى كل تفاصيل بيتهم اللبس اللي هيخرجوا بيه العربية اللي بيركبوها الأكل اللي هيجهزوا بيلغدا تقريبا كل حاجة بيشاركوا بيها الناس عشان يعلوا بيها ريتش يعني ليه بقول انتهاك الخصوصية أنا النهاردة لو طفل صغير معرفش حاجة في الحياة غير ماما وبابا دول عارفين هم اللي عارفين كل حاجة هم اللي عارفين بيعلموني الصح والغلط لما شوف ماما أو بابا هم دول بيفتحوا لايف كده وقعزين وحياتنا على المشاع حياتنا كل الناس شايفاها ماما بتريق علي قدام الناس غريبة جدا بسانت وظاهرة كمان تستحق الدراسة فعلا يعني ليها أبعد نقدر نقول كده نفسية واجتماعية وإيه اللي يخلي واحد في الدنيا يعرض حياته كلها قدام الناس يعني فكرة غريبة جدا فكرة إنه كل حاجة بعملها خاصة تفاصيل الحياة اليومية زي ما بسانت بتتكلم وانا باكل وانا بشرب وانا بخرج مع ولادي وانا بتحرك من مكان لمكان وانا بروح أمارس رياضة معينة ليه أعرض اليوم كله لايف كده على الهواء مباشرة قدام الناس كلها لا وما بعرضش حاجة مفيدة بالضبط تبا سيحقولك مش تمرين مثلا أنا أو إني تفوق في حاجة معينة معين على فكرة دي كمان لي خصية مجلة ألمانية عرضت قبل كده خطورة إن إحنا نارد عمتا أولادنا في سن صغير على السوشيال ميديا بعض الدول الأوروبية على فكرة ما نعدان تعرف كده ممنوع تحط أولادك على السوشيال ميديا لو هم بالضبط صغيرين لأنه هو المجلة دي بتشرح ليه إنه إحنا في تطور تكنولوجي طول الوقت إحنا ما نعرفش إيه لها يحصل قدام فبيقولك إنه ممكن قدام التعرف من خلال الصفات الوجهة اللي بيحصل دلوقتي ده ممكن حد يجيب فيديو لشخص من هو صغير وبقينا نشوف الابليكيشنز اللي بقيت ممكن تجيب لك شكلك ونتك كبير هيبقى عاملة إزاي ويبتدي الصور دي أو الفيديوهات دي يعني حد يبتدي يستخدم الحاجات دي لطريقة مش كويسة للأطفال دي لما يكبروا أو لما يبقوا ميمز الابتزاز اللي احنا بنشوفه من خلال السوشيال ميديا أو من خلال الانترنت وكمان أنا ببقى بفتح باب كده كبير جدا للتسلل لاختحان معلوماتي الشخصية لصور الشخصية لصور العيلة لصور البيت واستغلالها استغلال ممكن يكون طبعا مضر ليا في حياتي في المستقبل مشكلة كمان مشكلة كبيرة جدا نفسيا كمان يعني هي احنا محتاجين بجد دراسات كتيرة قوي في علم النفس ناس اتكلموا ان ده هو نوع من الانواع النرجسية في مرض نفسي هو انك انت دايما عايز تبقى محطة انظار الاخرين دايما عايز تكتسب ثقتك بنفسك من خلال لايك أو من خلال شير أو من خلال كومنت حد يكتبه على صورة ليك فكرة انه انا متواجد في العالم الافتراضي ده عشان اقول انا هنا وموجود والناس بتهتم بيا والناس بتحبني والناس بتتبع اخباري وبتشوف صوري باستمراره بشكل دائم ده لها بعض نفسي هل انا فقد الثقة في حياتي الشخصية حياتي الفعلية كمان انا لما امارس كل حاجة من خلال السوشيال ميديا فين الحياة الحقيقية في حاجة اسمها ريلايف زي بيقولوا كده الحياة الحقيقية نفسها لما انا ابقى خارج في مكان او قاعد على البحر مثلا ومهتم جدا يا بسانت اني اصور اللقطات دي ومن غير ما اعيش اللحظة وانت بتأذيني انا لو انا واحدة مثلا بجد انا مثلا زي ما انت لو هنتكلم على المثال ده بالتحديد الناس قاعدة على البحر بلزبط انت ليه بتصورهم او انت في مال ماشي عامل كده انت ليه بتصورهم او انا باكل انت ليه بتصورهم يعارف لو مثلا انا باكل كده وحد فجأة رح عامل كامل علي ليه بتنتهيك خصية الناس دي انا بجد انا واقفة قوي عند حتة الاطفال مدائني قوي انه بعض الامهات للأسف وعارفين ناس بالتحديد بقوا يجيبوا عيالهم كده قدام الكاميرات ويتكلموا وللأسف هم دول بيخلوا يعني لو انت النهار ده فاكرا ان ابنك مشهور او الناس بتحبه ده هيكبر شوية الناس اصحابه في مدرسة يتريعوا عليه ويا ما كم من حالات مرض نفسي شفناها ويحصل تنمر ويحصل حالات تنمر اكتر في المجتمع وعدين انا ازاي ممكن اعظم كده واكبر الجانب الايجابي طبعا احنا ما نقدرش نلغي السوشال ميديا من حياتنا يعني خلاص بقى كده روتين يومي طول اليوم على حسب الساعات ممكن اضبط المسألة ما عودش ساعات طويلة طبعا على الفيسبوك او غيره لكن ازاي انا اقدر اضبط ده بشكل يعني يقدم جانب ايجابي خليني فعلا اشوف اخبار الدنيا اتواصل مع الناس اللي انا بحبهم اتابع اللي بيحصل فيه جوانب ايجابيه مهمة جدا لما اطلع فيديو زي ده اقدم معلومه على الاقل يعني انا طالع ليه عشان اقول للناس حاجة معينة مش طالع عشان اقول ان انا دايما موجود وان انا يعني فكرة ان الدنيا كلها بتدور حواليه النفسي او بتدور عارف كمان بقى بيدييني قوي ايه محمد فكرة ان كل الحسابات بقت موسق طب مثلا حضرتك مين اللي مش موسق في الزمن لا بجد يعني حالك بتشتغل ايه مثلا يعني حاجة مش مش حاجة مشهورة يعني مش عالم حاجة معينة مش ممثل ليه موسق حسابك يعني بتشتغل مثلا محاسف في الشركة ما عنديش مشكلة دي حاجة مهمة جدا لكن انت ليه موسق حسابك وفتحه للفابلك وانت مش مهتم بالرياضة او مش مهتم بالفاشن او فما فيش سبب ليه بقى عندنا فعلا اهتمام قوي بان انا لازم اكون شخص مهم وشخص وبقاية السوشيال ميديا دي اللي بتنعكس على بزبط كأنه هي دي حياة اللي انا لازم اعيشها يعني فيه يا جماعة حياة حقيقية فيه حياة ممكن نعيشها بتفاصيلها بجمالها ومش لازم الحياة دي تكون منقولة للناس والعالم كل يشوفها فمهم جدا اللحظات الخاصة جدا اللي انا بعيشها اعيشها واستمتع بيها موجود في مكان حلو موجود مع اهلي موجود مع ولادي مش لازم كل لحظة او كل تحرك بعمله اواري للناس عيش او حضرتك تعيش او حضرتك تعيشي لحظات جميلة حقيقية من غير ما تكون دايما كده على المشاع انا شايف ده ايو انا بتتفق معك تماما طيب عايزين بقى النهاردة في الحلقة يا محمد نتكلم كمان عن حرمانية ده صحيح يعني قد ايه غلط او حرام احنا ساعات بننسى بقى الموضوع ده خالص احنا بنتكلم عليه من جانب نفسي واجتماعي وصح ومسح لكن هل النهاردة الدين بقى بيحرم ده ولا لا لانه اكيد اكيد مفيش حاجة بتحل فكرة ان انا بيتي على طول الناس كلها شايفاها الناس عارفة شكل بيتي عامل ازاي مطبخي عامل ازاي الا لو انا بقدم حاجة مفيدة انا بقدم مثلا وصفة اكل انا بعملها بطريقة حلوة في بعض المحتوى المطيف جدا جدا المفيد ومهم جدا وبيشد جدا للناس كمان بقى بحتاجوا بزبط انما حاجة قاعدة في قوضة نومك بتطبخي يعني بتقولي ايه فالنهاردة حرمانية ده هيبقى عامل يعني عامل ازاي عندنا هل النهاردة دينا ده بيحرم حاجة زي دي ولا لا النهاردة في الحلقة هنناقش الموضوع ده بالتحديد من منظور اجتماعي ومنظور ديني هيتكلم عن الخصوصية اللي موجودة على السوشيال ميديا حكم نشر الامور الخاصة على وسائل التواصل اجتماعي فتابعونا في خلال الحلقة عشان نتكلم عن الموضوع ده بالتحديد لو مدايقكم زي ما هو مدايقنا مرة تانية بنصبح عليكم وصبح الخير يا مصر